السلام عليكم ومرحبه بكم فيديو جديده على قناتي وقناتكم سنة بيوتي كنتمنى اتلقاكم هاد الفيديو الى خير وبخير وفى احسن احوالكم فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد زيت اللي كان اتبره انا زيت المعجزة الزيت اللي غادي نقدكم من صلع زيت اللي غادي نبت لكم الفراغات زيت اللي غادي طول لكم الشعر وغادي رطبوا من دك الشرفع زيت دي اليوم غادي تقام عليكم رخيص اقتصادي ما غاديش يكلفكم بزاف دي الفلوس والنتائج دياله صراحة شي حاجة اللي واو تدقونين اياما نقول الى هاد الزيت هادي ما غاديش نوفي حقها كيقولك سوى اللي مجرب لا تسوى لطبيب غادي نخلي لكم انتم الحكم انكم تجربوها وتشوفوا النتائج ديالها بنفسكم فعلا زيت معجزة بكل ما في الكريمة من معنى وقبل ما نشرعوا في اكتشاف زيت المعجزة مكرهتكم شكلكم تنضموا لعائلات الناسة في يوتيوب طريقة جيد سهلة معلكم ان لا تابونوا في القناة تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد انفو نحطو دعموني بلايك ديالكم بالبرتاج او بالتعليق زوينا اذا الحبيب جالية غادي نبدأوا الفيديو ديالنا على بركة الله بالنسبة للزيت اللي غادي نحضر معكم اليوم هو زيت الفلفل زيت الفلفل البنات ولكن طريقة اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله الطريقة الصحيحة الطريقة ديال الخبراء لانو شفت بزاف ديال طرق في تحضير هاد الزيت هاده زيت الفلفل وكانت طرق اللي هي خاطئة بزاف ديالناس كيقطعوا الفلفل كيزيدوا لهاز زيت و كيرقدوها فيه و هاد الطريقة هاده للاسف كيبكت لكم خاطئة لانو ديك الفلفل مع الوقت غادي تطلق لما و غادي تتعفن و بدل ما تساهم في تطويل الشعر و في تنبيه الفراغات غادي تساهم في التساق و تديره و غا تدرب واحد الشكل اللي هو خيب بزاف فكيبكت لكم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة الصحيحة فتعبوا معي الفيديو حتى للاخر وصدقوني هاد الزيت هاده 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 غادي تستعملوها و غادي الدوم عليها ما غا تبقى وش تصغلنا وليها لانكم غادي تلاحظوا حد نتائج ليه مبهرة غا تعجبكم بزاف و غادي تبقى هي الزيت المعتمدة عندكم و على فكرة هاده ممكن استعملوها النساء كيف ممكن استعملوها حتى رجال كيف ممكن استعملوها حتى الوليدات ديانة صغيرة ما منها حتى شي مشكل و ما كتسبب حتى شي ضرار نوك اول حاجة غادي يحتاجو هي فلفلة هي المكونا الرئيسي و الاساسي كيف كتشوفوا معايا انا هاد الفلفلة هاده اللي عندي كبيرة غادي ناخد شي وحدا اللي غادي تكون صغيرة جوية في الحجم غادي نقيوها غادي نحيدو لدك الرئيس ديالها غادي نغسلوها بطبيعة الحال و غادي نحقوها غا نحقوها لبنات ما غاديش نقطعوها ضروري تحك لان من اللي غادي نحقوها غادي نخرجو من هواحد المادة اسميت هالبيطايين وهاد المادة هاده مفيدة جدا الشعر من بعد ما حكت الفلفلة كيف كتشوفوا معايا غادي نوضعها في واحد الكاسرور غادي نوضعوها كلها بماها ما غادي نعصرها موالو لانو هاد المادة غادي نحيدوه من بعد هانتو ما غادي تشوفوا معايا كلشي و غادي نزيدو عليها هاد الزيت هاده زيت نوار الشمس هو اللي كنستعملو انا عادة في الزيت الزيت loss الذيوت اللي كنستعمل للشهر، وكيبقى زيت نوار الشمس وزيت الزيتون من افضل الزيوت اللي كتستخرج جميع المواد وجميع المكونات و جميع الخصائص اللي كتكون في اي نبتة اولي في اي عشبة اولي في اي حبوب كتستعملو يا زيت الزيتون ايا زيت نوار الشمس واللي عندهم ديك القدرة على انهم يستخرجوا ديك الفوائد كيف كتلكم ولانني كف كتلكم بغا الوصفة تكون اقتصادية ما غاديش نستعملو فيها زيت الزيتون. هنستعملوا هاد الزيت هذا. واللي بغا يستعمل زيت الزيتون ما كان حتى شي مشكل. كيف يقع لكم? الاختيار. غير هو ما تستعملوش في زيت آخر من غير هاد الزيوت هدي بجوجلي قتليكم. يا هاد الزيت هذا دي النوار الشمس. او لا. زيت الزيتون. شي زيت دي المائدة اخرى ما تستعملوش نهائيا فاد الوصفة. بالنسبة لمقدار دي الزيت اللي غادي نستعمل مع هاد الفلفلة هاد صغيرة اللي كتكون متوسطة في الحجم غادي ندير نصف كاس. إلا كانت عندكم فلفلة كبيرة كيف شفتم معاي في الأول Themen في الفيديو كانت فلفلة كبيرة دي caliber ما بينش يعني الفيديو ما we ما عطاش ح Again لكن appeals كبيرة بزاف مستعملتش استعملتو هاد الخ 토غيرةירo إلي استعملتو كبيرة ديروا كاس كامل ولستعملتوا متلاً جوج ديل الفلفلات متوسطين بحل هادو ديروا كاس كامل ديال زيت أما بينسباليا أنا غاستعمل هاد الفلفلة هادي درت معاقر نصف كأس ديال زيت كافي نضيفه على الفلفلة هذي اللي حكيناها وضعناها في الكاسرول غادي نرده فوق البوطة وغادي نخليه حتى تطلع فيه الغلية عدا باش نطفع عليه ورجع هتلقى معاكم باش نكمل معاكم البقية دي المراحيل تتحضير هذي الزيت هذا اذا الزيت هوا وجد كيف كتشوفو معي ريحة دياله وما نعودش لكم ريحة غزالة بزعف ديال الفلفلة دبا غادي ندوزو انو انا نوضعو في واحد زلافة كيف كتشوفو معايا غادي نفرغو في ديك زلافة كامل الزيت مع الفلفلة احتى الفلفلة تايي غادي نوضعها في ديك زلافة غادي نغطيها بشطباسين وغادي نخليها تبات ليلى كاملة ضروري تبات ليلى كاملة ضرور ديال تسخين هنا ايه هو انو كيخلي الزيت يزيد ايجبت ديك لمادة ديال بطيين من الفلفلة ويشدها عندوي فيكسيها ومن لي غادي تبات غادي اا تلق بشكل اكتر وغادي يولي دك الزيت مركز اكتر من بعد ما دازت ليلى كاملة على داك الزيت او الفلفلة دابا غادي نحاول اننا نصفيه والطريقة دي القصفية دياله هو اننا غادي ناخد واحد الليبة او لوحد القماش وغادي نوضع فيه داك الفلفلة مع ديك الزيت وغادي نعصرها مزيان انا غادي بلكم كيهبط حتى الماء مع الزيت ماشي مشكيل ما تخافوش حنا من بعد غادي نحيدو هاد المعادة غادي نخليو داك الزيت اللي عصرناه في ديك الزلافة لواحد لمدة ديال ساعة او لا ساعة ونص حتى كيهبط داك لما كله لتحت والزيت كيطلع الفوق هنا غادي نبدو كنصفيه وغا نبدو كنهزو داك الزيت فقط حاولوا ما امكان انكم تسنوا عليها تعطوه الوقت حتى ينزل داك اللي ما كيف قلتلكم كامل في الاسفل دي الزلافة ويطلع الزيت اللي فوق عاد بدو كتهزوه كيف كتشوفوا معايا انا هنا يديرا واحد لمعايا يلقا وكنحاول ما امكان نهز غير الزيت اللي طلع لي الفوقره من بعد غادي نوريكم داك اللي اللي بقى لتحت كنحاول نهز غير الزيت وحده ومنهزش ولو قطرة جلمة باش الزيت يبقى عندي صالح اطول فترة ممكنة وما يتعفنش وهي الزويته كيف كتشوفوا معايا عندي خالصة مركزة من داك الشرفع بالنسبة لدك الزلافة اللي بقى ليا كيف كتشوفوا معايا راه بقي فيها شوية جلمة هادي ما غادش كيف كتشوفوا معايا هورا مخلط معا شوية دي الزيت ولكن مش مش مشكل انا خليته لانه غادي نستعملوا دبانيت غادي ندخل نغسل وغادي نديرو الشعري ولكن الزيت اللي غادي تحتفضوا بيه من بعد خصوالة بدا تحرصوا على انكم تهزو الزيت بوحدها وتكون مصفية خالية من داك الماء بشكل كلي وبنسبة لطريقة استعمال ديالو غادي تطبقوا هاد الزيت هادا على الشعر ديالكم كله من الجذور للاطراف غادي تديرو حتى الفروة وضروري تديرو الفروة لانه كي بقتلكم غادي ينبت لكم الفراغات غادي اه طول لكم شعر ديالكم بوحد طريقة جنونية غادي يرتبوا لكم من داك الشرفي هادا رائع ورائع جدا اه دوموا عليه لمدة ديال يعني الثلاثة اشهر على الاقل باش تبال لكم النتيجة وحنا عارفين بانه الشعر باش يتورخصوا واحد لمدة كتار من ثلاثة شهر ثلاثة شهر غادي تبدأ كتبال لكم النتيجة ياما شهر الاول غا تبال لكم النتيجة اللي غادي تعجبكم ولكن الماكسيموم ما الافضل تبعوه ثلاثة ديال شهر هادا الطريقة اللي شاركت معكم في فيديو اليوم طريقة صحيحة لتحضير هاد الزيت هادا وخديتها كيف قلت لكم طريقة ديال داوي الاختصاص خديتها مع الدكتور عماد ميزاب هو اللي شفت الطريقة ديال وصحيحة وجيت باش نشاركها معكم لانه شفت نتائج رائعة ديال هاد زيت هادا وقلت علش الله ما نبرتاجيش معكم كنتمنى الفيديو ديال اليوم والوسطة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم تكونوا استفتوا معي حتى نتلقى ان شاء الله فيديو جديدة قبل ما تخرجوا ما تنسوش اهم حاجة دعموني بلا لايك ديالكم بغتكم توصلوها للفيديو هادا الاكبر عدد من لايكات بارتاجيو الفيديو باش تعمل الفائدة ما تنسوش كدري كدخلو لي التعليق زوينة ديالكم وتابونوا في القناتي لكنتو ما زل ما تابوني تيبش حتى نتلقى ان شاء الله فيديو جديدة كنقول لكم تهلا فريصكم كنبغيكم بزف بسلمانيكو